موسيقى اشتركوا في القناة وبرعاية وزارة الصحة اللبنانية واستفيدوا من معينات وفحصات مجانية يعني بظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي عم بيمروا فيها لبنان أخدتوا المبادرة أنكم تقوموا بهالحدث إذا فينا نقول اللي هو كنا عم نحكي تحت الهواء أنه قدى فيه مشاركة كيف المشاركة وكيف رح يكون هو على يومين صح؟ صحيح كيف رح يكون الإيفانت؟ هو الإيفانت كينية عن معرض فيه ستانديت للجامعات عنا تقريبا 11 جامعات 7 أو 8 مستشفيات مشاركين معنا وتقريبا 17 جامعية بتتعنى بموضوع السرطان يعني أو المرضى هو الهدف الأساسي منه هو التوعية حول كيف تتجنب المرض شو الفقصات مفترطة العمل للبيئية أو الكشف المكر لأنه بتعرفي بلبنان اليوم سنوياً عنا 17 ألف حالة صرنا بهذه الأرقام يعني اليوم حالة كورونا واحدة خضت البلد كله سواه كيف تقنوا 17 ألف حالة سنوياً فما فينا نحنا نظلنا مكتفي مشان هيك طلعنا بالفكرة سنة الماضي لحتى نوحد جهود الكل المعنيين بهذا الموضوع تحت رعاية وزارة الصحة أكيد هالسنة هي تاني سنة عم نعمل المعرض دونك عنا ستانديت وعنا موضوع المحاضرات هلق ليوني إذا بديك تحكيك شوية تفاصيل كمان بالنسبة للمشاركين شو النشاطات اللي عم تنعمل ورالي بايبر وهالأساس كلها سواء يعني على السنة الثانية على التوالي عم بتقوموا بيها لو أنتم متوقعين هالسنة يكون في إقبال نظرا أنه مثل ما حضرتك إلت السرطان عم بينتشر أكتر وأكتر صحيح كثير عم بيتوصلوا فينا نحن طلع تعميم من وزارة التربية للمدارس تزور المعرض الخاصة والرسمية هلأ كزيارات منظمة من المدارس للمعرض أكيد يعني في مدارس بتعطي للسبت أو المدارس تعطي للجمعة يعني فيه أكيد أقبال مهم من المدارس مضبطين السكتجول ليوني أهلا وسهلا فيك عن جديد حضرتك متطوعة بالجامعية وأكيد أخذ على عتقك يعني بارت كتير كبيرة بهالإفنت خبريني أكتر وأكتر شو دوريك وعن المحاضرات اللي رح تصير بالحادث أنا شخصية مثل ما أنت متطوعة بالجامعية بكل شي من أول ما تأسسي الجامعية حاليا بالكنسر أورنس فيلج بما أنه المجر طبعي جرافيك ديزاين عندك أنا عم جارب أدما فيه ساعد أتطوع بكل شي ديزاين بهذا الإفنت الإفنت لحيكون فيه كتير أكتبات لكل الأعمار صح لحيكون فيه ندوات من داكاترا أكيد باللغة العربية يعني الكل حيفهم مش إنه بس بروفاشنالس بس كمانا لحيكون فيه أكتبات مثل زومبا رادكل فتنس فيه حكاواتي لحيجي بريثينج تكنيكس لافتر يوغا كل هول القصص اللي كبار وصغر لحي تسالوا فيها وزيد عن هيك إنه لحيكون فيه أول مرة نحنا لحنا عمله هو رالي بايبر كمانا كل الأعمار فيها تشارك فيه وأكيد معجانة لحيكون موجود أسئلة بالفوروم يعني مش لحنا نطلع من الفوروم حسب الستاندات الموجودة يعني كل ستاند اللي حيكون هو متبنى ناصرة معين كرميل هيك الأشخاص تتشجع أكتر تبرم على كل الستاندات وتكتشف شو هن الأجوبة كنا عم نشوف أنه فيه فحصات مجانية صحيح كمان هلأ المستشفيات المشاركة كل مستشفى عنده شي بده تقدمه يعني تنقول المستشفى إخذي على عتاق موضوع سورفيك الكانسر بتقدم الفحص الأزازي يعني نسميه المستشفى الإخذي على عتاق موضوع البروستيت كانسر بتقدم البي اس اي التاست فهو فحص دم لرجال نشوف إذا فيه احتمال يكون عندهم كانسر أو لا وهلوم مجرى يعني كل نوع سرطان الرئة كمان قلوه فحصات وهيكي هلأ فيه اشياء مجانية بالمرة يعني عم تتوزع وفيه اشياء على موعيد مثلا فرق الضمان بيكون مجاني يعني كمان المريض ما بتكلفشي طعفة تبقى فحصات غالية أو أيت وهيكي فهون الكل مدعو انه لزيارة المرض عم نحكي كبار وصغار هلأ نحنا دايما بنشغل على اليوث أكتر على الشبيب ليش لأنه بس بدك تغير بفكر المجتمع بدك تغير بالشبيب يعني عنا شعار نحنا بدك تنتصر على المرض بدك تسمي باسمه وبربرة الوقت البرامنا لبنان كانت يقلولها انت بكرة بتقطعي بنصيب بنتك ليش عم تقولي انه معك من هيداك المرض حتى ما بدهم يلفزوه وحتى عايب انه نحكي فيه تقولهم ليش انه بدك تنتصر على المرض بدك تسميه باسمه بدك تعرفي تواجهي بدك تتعلمي عن الشي اللي انت عم بتواجهي عارف عدوك عارف عدوك بدنا نعرف ونسميه بالاسم ونعرف كل تفصيل منه صحيح مشان هيكي نحنا هي الدعوة للكل نحنا عم نركز على الشباب بس الكبر والكل يعني بدك كل الرعاية كل الأخويات كل الجمعيات انها تتوجه على المرض لحتى تستفيد من ناحية ثقافية ما فينا نظلنا مخبيين وورا اصبعنا وبيستفيدوا كمان من موضوع الفحوصات لانه هي دعوة للكل انه نحنا كل شهر كل شهر عالميا هو مكرس لنوع معين من السرطانات للتوعية على انها جمعين وكلون سوا فرد مرة وبعدين اوقات كتير نجي منقول انه انا بحس بشي بس بدي شوف حكيم ما معي كونسلتاسيون زيارة الحكيم او كذا معرض مليان اطباء كل شي فيه اطباء دم واورام موجودين عرفتوا اختصاصيين جلد ورواية ونسائية وكلها المعرض مليان يعني سندات المستشفيات والمحاضرات فمنجي والحكيم لحيكي كل حكيم بيحكي عشد اي يعني مش والباقي لأسئلة الناس لأسئلة الناس يعني شو بدنا ناكل يا حكيم اللحمة الحمرة منيحة يا حكيم السكر يا حكيم كذا كل هؤلاء زالوا سألوه زالوا سألوه سنت الماضي كنا عنا شعار للمعرض هو سأل مجرب وسأل حكيم فتحت بالمعرض عندكم الاطباء تسألون وعندكم المجربين يعني كمان بنفس الوقت يعطوا شهدات حياة انه انا ايه عشت السرطان ونعم انا تغلبت عليه يعني مش ضروري السرطان يعني موت اكيد وخاصة انه لحنشوف السرطان جان صغير بالعمر وبتسمعيهم يعني على لبناني من قول بيت الشهر بدني لأ بتغيروا لي حياتك اوقات نظرتك للحياة لواقع الامور بتتغير بتشوف في اوقات نحنا قداش منكون بيخين يعني انا دايما بالمحاضرات بقول لهم انت اذا كسر ضفلك شو بتعملي بتنزل الصمع على الارض بس شو في واجعة غيرك يعني شو عم بعيني وكيف عم بيقوم من تحت رماد مثل طير الفني ويكمل حتى نحنا تعرف استاذ هني لحظناها بالفترة الاخيرة تصار في احتجاجات وغيرها قدي صار في تضافر بين كل المجتمع اللبناني وخاصة بما يتعلق بمرضى السرطان صار في كتير مساعدات وصار في توعية اكتر واكتر في ظل الاوضاع الاقتصادية الضغوطات النفسية اللي كمان بتأثر على السرطان البرامج رح تختلف بين الجمعة والثبات او عمين ذات البرامج لا اكيد فيه بروغرام للجمعة وبروغرام للثبات استاندات موجودة اكيد كل الوقت بيقدروا يفوتوا على صفحتنا هلا بعد شوي انا شوفيه بيقدروا يفوتوا على البيج تابعنا بربرا نصار اسوسييشن ان كان على الانستغرام او الفيسبوك بيج بيشوفوا البروغرام بالتفصيل يعني مثلا نحن مبلش كمحاضرات ساعة عشرة الصبح اخر محاضرة بتكون على ساعة خمسة من عشقية تقريبا كل ساعتين في محاضرة وبينيتهم فيه نشاطات اللي حكيت عنهم ليوني هلا بدي اقول كمان فيه بالنسبة للاشخاص اللي بيحبوا يتبرعوا بالادوية بشكل اساسي نحن صرنا عاملين مساعدات بقيمة 879 الف دولار قيمة الدواء اللي مناخده من مريض بطل بحاجة لقلو منعطيه للمريض بحاجة لقلو مناخد مجانا ومنعطي مجانا فكل الناس اللي عندها ادوية بالبيت مش بحاجة لقلو اكيد تقدم لنا ايها لحتى ان احنا نقدمها لغير مجانا لغير وبيقدروا يعملوا تبرعات عينية يعني تبرعات عينية بالادوية اللي بيحبوا يتبرع بالشعر في حلاء جون جديد هو حلاء المشاهير كمان يعني مش هم بقصوا عند حيال الله حدا كمان سنة الماضية 75 صبية قصوا شعاراتهم تحت وقت المارض كمان السنية اللي بيحب يتبرع بالشعر ديما بدقون لو عندنا شعر او بدنا نقص شعر او كذا بتعوه ازا بتحبوه نحنا بنعطي كمان بيريريك مجانا للمرضى بس تخلص مننا الست بترجع لنا ايها لحتى غيره يستفيد مننا وتبرعات مادية اكيد لان نحنا كمان منساعد مرضى السرطان اللي عمروا فوق 18 سنة اللي يكملوا العلاج طبعون بكرامة بين فرق الضمان او فرق المسارة لانه فيها زل يعني لنقولها مثل ما هي اوقات في ادوبيا ما عم تعترف فيها عمليات غالية كتير كمان بتتأمنوا هالاشيا هلا نحنا العمليات ما منفوت فيها لانه العملية كلفتها بتبقى اكتر من امكانيتنا من ناحية تاني نحنا بيهمنا الاستمرارية مع المريض يعني انا مثلا سنة الماضي اجا من ثلاث سنين احد الاشخاص اندري الله يوجه له الخير مطرح ما هو هلا اندري اجا قال لي مثلا انا يا بدي حكم بنتي سوري يا بدي علم بنتي يا بدي اتحكم قلت له انت تعلم بنتك ونحنا منحكمك اخذنا على عتقنا علاجه لاندري كله عرفت بس اذا جيت قلت له هاي 100 دولار وطاع بعد 6 شهر خد 100 دولار انه مش رح يستفيد هما هو عنده كل جمتان جلسة عنده كل 3 اسابيع جلسة عرفت مشان هيك نحنا مساعدتنا ما بتكون مبلغ لمرة كرمال عملي وخلاص لا في متابعة متابعة مع المريض دايما عاد النشاطات والدعم المعنوي دايما بنعمله مع المرضى من ارت ترابي وموزيك ترابي وغير حلو ليوني انت قلت له انه عم تعملي تعملي جرافيك ديزاين واكيد كتير فيت بجمعية بكل نشاط بتعملي وكونك كمان بنته لبربرة بس على صعيد الشخصي بتحسي حالك مجبرة او لانه انك بربرة او لانه هاي دي سيلة رح تكفسيها حتى يمكن بعد 10 سنين بعد 20 سنة بس يصير عندك اولاد شو احساسك تجاه هيدا المرض؟ تكرهي ولا ما عندك شي ضده؟ لا ما نحنا ما في اجي اقول انه بكرا هالممرض نحنا جايين عم نشاجع العالم كرميل تروفو بغير طريقة واكيد مني حس حالة مشبورة يعني انا اذا ما بده او غير اذا ما بده يعني هي قصة تكوني او لأ ما حدا جابريك بس انه كرميل نكبر عائلة الجامعية وننشر قد ما فينا العقلية نحنا منفكر فيها بطريقة بوزيتيف انا قررت انه كون بولونتر يعني مانا شي اجباري واكيد انه بحب قد ما فينا ننقذ عالم من هيدا المرض مش بس ميديا بس كمانا معنويا يعني كل حدا بيفوت عالجامعية بيكون اكيد مقتنع باللي هو عم بيعمله كيفية الانتساب للجامعية مفتوح باب الانتساب للجامعية اكيد اكيد كيف منقدر اذا حدا بحب ينتسب للجامعية انا اللي اعطي رقم للتليفون هو سفر ثلاثة ستة تسعة واحد ستة تنين اربعة مطلق اي شخص بحب يتوصل معنا في التليفون ويلي ما سجل الرقم او نسي بعدين او شي بيقدر يتوصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك او انستغرام بربرا نصار اسوسييشن اغلبية المتطوعين يلي بيحكونا هي بهذه الطريقة ودايما يلي بيكون مدؤور من المرض يعني مريض حدا بالبيت او هو عم بيكون هيك اكتر من غيره ومندفع وبس في اكيد نحنا كمتطوعين في بيناتنا كانسر سورفايفرز وفي بيناتنا اشخاص هني حبوا حبوا الكوز وحبوا الجامعية وانضموا يعني فمشاهدين الاشخاص يلي بيحبوا انه يطلعوا اكتر واكتر على اعمال جامعية او يكونوا متطوعين اكيد فيهم يزوروا بربرا نصار اسوسييشن على فيسبوك بيج وانستغرام او يتصلوا على 03691624 التطوع عمل جدا جميل بيعطيك انرجي بيعطيك حب للحياة عم جد عمل التطوع كتير اساسي ليوني يمكن من موقعك عم تقدر تساعد انت عامل الديزاين تحت يعني نظرة شوي بالكيوسكيت وغيره عاطي رأيك بتعطي رأيك بكل تفصيل هلا انه مبدئيا ايه بس انه في كتير عالم بتشارك يعني مش بشخص واحد كنا عم نحكي كمين انه انا بعرف اشخاص متل عميين كيوسكيت اكل او غيره صح صحيح اكل صحيح هيك الانتجع مظبوط نحنا دايما يعني في شركة هي من الشركات سبونسور للجامعية مثلا اكوا فينا تنزل هي عندها برودكتاني مشروب غازي ما منفوته على المعرض لانه مضر مع انه هي كسبونسور ومرسي لانه كل شي سوري انه قلت بس انه لانه مضر فالماء عراسنا وعينا اكيد كل شي بينبيع بالمعرض هو بدي يكون هالثي يعني الفوت كورت سني خلقنا فوت كورت وحتى في ناس عم بتبيع برودكت اشياء جلوتين فري وخالينا السكر صحيح فكل هولي اشياء طبيعية لحتى نعود نحنا التلميذ اللي جايين والناس انه في بدائل عن التشيبس والشوكولات وكلشي في اشياتاني مجففة في اشياتاني حتى في تشكلة معمول من تفاح مثلا كمان اللي حيكون معروض عصيرة الديزاين انا معلي يعني لو لي واني بنتي بس لي واني سني ما خلينيها تنام كل بوست لحكيم لأي محاضرة لأي يعني الديزاينات اللي عملتها يعطيك ألف عاقل ليوني وطاعة جمعية انا بقلها مرسي على الهوى قدام الكل معروض خليها تنام يعني وهلا اليوم عنده فرصة من الجامعة رايحة على المكتب كمان شغلي كل الوقت اكيد لو ما بتحبوا منها من دفعة من قلبها وهيدي رسالتها الشخصية ما كانت اكيد دفعت هالقد وحبت انه تساعد الجمعية حتى لو جمعية لحدة من عائلتها شهاني نصار وليوني نصار شكراً كتير لألكون يعطيكم ألف عافية على أمل انه ريت الكنسر ينخفض بلبنان ما بقى نشوف هالحالات المستعصية والدولة اللبنانية تتطلع أكتر وأكتر على الشقة الطبية تساعد أكتر تأمن أدوية تأمن عمليات لنقدر شوي نحنا نكون كمان عم نتضافر كلنا سوا نأمن مجتمع سليم وصحي شكراً كتير لألكون شكراً للمتابعتكم وإلى اللقاء شكراً للمتابعة